دونالد ترامب ممكن أن يوقف هذه العمليات ولكن هيدخل في صفقة سلام هل يجبر الدول العربية حقيقة لموضوع السلام؟ يعني شو حضرتك طبعا يعني حاول لحضرتك هو دونالد ترامب نحن أمام سيناريو هين السيناريو الأول هو أن يقوم دونالد ترامب بمفاجأة للجميع بنسبة يعني 0.01% ويحدث ما سماه سلام الإجبار بالقوة يعني هو قال سأجبر الجميع على تحقيق فرض السلام بالقوة طيب يعني هذا سيفرضه على الإسرائيليين والفلسطينيين وربما النسب تختلف يعني لن يجبر الإسرائيليين على كل شيء لكن سيحاول إجبار الفلسطينيين على كل شيء ولكن سيحقق السلام مثلا يعني افترضنا السيناريو الآخر هو أنه يضرب بالسلام عرض الحائط ويقف بجانب إسرائيل ويذهب معها إلى حرب ضد إيران مباشرة ويقوم بإشعال المنطقة ليس على المسيطة أخطر متاني بصراحة كل سيناريو أخطر متاني لأنه إذا كان فعلا صفر فاصلة صفر صفر واحد في المية هيجبر منطقة العربية بالسلام مع إسرائيل طيب من هيجبر الجانب الآخر بأنه يعطي الفلسطينيين حقوقهم على حدود 67 لا لا هو برضو هو هو نفسه يعني ممكن ممكن أنه يتراجع في قراره بنقل القدس بنقل السفارة من القدس إذا أعطى الفلسطيني لأنه لا لن يتراجع لا أعتقد أنها سيتراجع ولكن سيقدم حوافز ضخمة جدا للفلسطينيين كي هم يتراجعوا عن فكرة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية هل يقبل الفلسطينيون؟ إحنا سنكون أمام تنازلات ضخمة حضرتك حتى تتحقق هذا الهدف تنازلات ضخمة من الطرفين مش من طرف الفلسطيني والعربي فقط لا 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 من طرف الإسرائيلي أيضا لأنه اقتصاديا أساسا إحنا انتحت الساعة يعني هو رجل الاقتصاد والمنطقة تذهب إلى عملية نهضة تشارك فيها كثير من الدول لكن الحروب المتواجدة والميليشيات التي تهدد أمن واستقرار هذه المناطق ربما تعيق هذا المشروع العربي شكرا ضيفي من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس